يهدي الأرواح يشفي الأتراح هذا القرآن نور والضاح يهدي الأرواح يشفي الأتراح هذا القرآن نور والضاح جمال بيانه في لا يرى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله وإياكم مشاهدينا الكرام وجعل الجنة مثوانا وثواكم أهلا بحضراتكم مع حلقة جديدة من برنامج حاد الرك الحلقة واحد وعشرين وانتهينا بفضل الله تعالى في الحلقة الماضية من إتمام الجزء الأول من سورة البقرة أو من القرآن بإذن الله تعالى أصلاح يرزقنا وإياكم أن نكمل البرنامج واتبعونا بإذن الله تعالى إلى أن ننتهي من القرآن كاملا قلوا أمين أمين يا رب العالمين اتفعت مع حضراتكم في الحلقة الماضية أن الحلقة دي هتبقى حلقة لحضراتكم نحن كل مرة بيقوموا معنا دقائق قليلة جدا جدا في آخر الحلقة لقراءة حضراتكم معنا لورد الحلقة اليوم معنا جزء كامل هنبدأ من بداية الفاتحة ونتلقى الصلاة حضراتكم على طول بإذن الله تعالى اللي حاب يتوصل معنا دي سؤال هنرد على سئلة الصفحة الخاصة بالبرنامج اللي هي بعنوان حادر راكب بلغة العربية واللي حاب يقرأ معنا الأرقام هتظهر ارتباعنا على الشاشة أمام حضراتكم بإذن الله تعالى هبدأ بأول مجلة صلاة هبدأ بإذن الله تعالى بقراءة بعض الرسائل والرد عليها بإذن الله تعالى من خلال الصفحة في رسالة نجيب من أول الرسائل اللي حاب يتوصل معنا وليه سؤال ولا حاجة بإذن الله تعالى هنرد عليه في سؤال بيقول من صافي مرشدي بتقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حالكم يا شيخ الحمد لله في نعم الله هل علامات قلي وجيم هي الوقف هي وقف لازم أم حسن هرد عليك إن شاء الله بس ناخد أول اتصال ومسامح السلام عليكم عليكم السلام وبركاته يا شيخ أشرف إزايك يا مسامح إزاي حضرتك يا شيدي أهلا بيك الله يرفع قدرك يا رب الله يرفع قدرك ويربك في حضرتك يا رب ولا يحرمنا من حضرتك يا رب أنتوا اللي سادتنا يعني ربنا يحفظكم يا ربنا يخليكم لينا ويربني في حضرتكم يا رب الله يرفع قدرك نبدأ من الفتيحة معاك بقى مسامح حاضر بإذن الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ما شاء الله عليكم مسامح ممتاز يا مسامح ربنا يبرك فيك ويا حفظك يا رب يرفع قدرك ربنا يحفظك عليكم السلام ام ياسر السلام عليكم عليكم السلام عليكم عليكم السلام طلقوا ركاتكم الله يكريمك ومياسر في نعم والله والحمد لله رب العالمين أحمد الله بدأ من بداية البقرة إن شاء الله احنا نمشي بجزء كده احنا ماشي مع بعض نكامل على بعض إن شاء الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم طب ليه مناضي؟ من الشيطان؟ بسم الله الرحمن الرحيم لو نقرأ آية ونضبطها أفضل من إحنا يبقى عندنا مشكلة في القراءة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رد ورحبتك؟ آآآآ يعني اقرأيها كده يعني من قلتش أعوذ بالله من الشي صي ليه؟ من الشيطان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كويس بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم لأنه بدي ستة بقى بصي ألف لام ميم لم ستة ويم ستة ستة ماشي حاضي ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه لا لا ريب فيه لا ريب فيه هدى للمتقين طب ليه لهدى هدى للمتقين وزيل بلقاف كمان هم؟ هدى للمتقين لا للمتقين بصي بصي أمو ياسر اللهم اجعلني وإياكي والسامعين من المتقين من المتقين ما برشي من المتقين هتزعلي مني لو قلت كده صح كده؟ يبقى زي ما نقول اللهم اجعلنا من المتقين يبقى هنا هنقول إيه؟ هدى للمتقين زيل بلقاف كمان هدى للمتقين 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 ما تزعيش للمتقين للمتقين لا 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 بصي القاف هنا ضعيفة قوي لإنها مكسورة مش عنا كان لنا في الحلقة الماضية عمراتي بالتفخيم؟ اه يبقى ايه؟ هدى للمتقين هدى للمتقين دي كويس يؤمي مي المكسورة اسماعيل يا مواسر بس الله يكلمين بصي الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة شحة الذين يؤمنون بالغيب لا بص اسماعيل بص خليه خده حتا حتا الميم عندك مكسورة لا يؤمي صح كده؟ اه والنوم بعد كده ايه؟ مضمومة يؤمنوا يؤمنون بالغيب ايه؟ ويقيمون الصلاة ممتاز ومما رزقناهم ينشقون ومما رزقناهم ومما رزقناهم ينشقون صلع النبي صلع النبي والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون 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 أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون 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 الله يرفع قدرك يا رب الله يرفع قدرك يا رب ويزيدك صبر على صبرك علي الله يحفظ ومما رزا رزقنا رزا بلاش رزا ماشاء الله عليكم مين معي؟ أمو أميرة أيوة أهلا بكم أمو أميرة السلام عليكم ذاتي شعر أهلا بحضرتك ربنا يرفع قدرك الله يخليك يا رب يبرتلينا فيك يا رب ويبرتلينا في علمك يا رب بس أنا قبل المقر عايزة أستقل حضرتك سويا اتفضلي عايزة خلط الضاد من الطاق باجة خلصها وضط بمطاقها صح بس التخلص غلص الضاد مع الطاق اه والضاد مع التاق برضو تخلص الحروف من المقرش يعني الضاد تاق اه اه الحروف اللي فيها شابه يعني اه عايزة أخلصهم إلا مضطررتم إليه مثلا اه تمام الأمر بحتاج منك بس حاجة بسيطة جدا أمو أميرة إنك تدي الحرف تمكن البخرج بتاعه وتخديره الهيئة بتاعته أنا عندنا الضاد فيها صوب يمشي شوية اه فما نيض طوب معي؟ فما نيض طوب 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 أيوة فما نيض تجيب الضاد لوحدها وأنت تجيب الضاد لوحدها طوب فما نيض طوب كويسة أو متازة ما شاء الله عليك نعم يلا بقى إن الذين كفروا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من الشيطاني حي الكسر من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنْذَرْتَهُمْ سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذَرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ حينما نرغب على سمعهم أفضل على قلوبهم وعلى سمعهم على أساس أن الختم غير الغشاوة ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم تمام؟ وعلى أبصارهم غشاوة أي جعل على أبصارهم غشاوة قسم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم بارك الله فيك يعني أدي فرصة كبيرة لأكبر عدد ربما يبرك فيك ومبيرا كراتك طيب ربما يبرك فيك ويحفظك ها معنا تصال؟ مين؟ السلام عليكم قلت سلام عليكم مين معايا؟ أمو أنس أمو عالم؟ أمو أنس أمو أنس أهلا بيك أمو أنس الفضالي أمو أنس بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين لا لا ومن الناس هنكامل على بعض هنكامل على بعض إن شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يقول وآمنا بالله وباليوم الآخر الآخر خد بالك الرأينا برقاقة الآخر الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون لا دا المكسورة خد بالك الكسر عندك محتاج يبان بس يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون يغلق وما يخدعون يخد بالك عشو ما تتنقلبش الغيني إلى خاء الخاء إلى غيني يعني أم وما يخدعون لا لسه فيها شو بتغير بصي ماشي صوت في الخاء وماشي نفس وما يخدعون وما يخدعون هم؟ كمل إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوب مرض تجادهم في إخفاء في قلوبهم في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا في قلوبهم مرض فزادهم لا بصي بصي مش مرض دي تنوين بالضم؟ أه وبعدها فاء يبقى عندي إخفاء على طول من غير ما فكر مرض فزادهم مرض فزادهم مرض فزادهم الله مرضا وَلَهُمْ عَذَابٌ هي وَلَهُمْ وَلَّا وَلَهُمْ وَلَهُمْ أيوة تمام وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِئِمْ بِمَا كَانُوا يَجْزِبُونَ يَجْجِي لا أخد دي بالك أنت عاديك الحروب بتخشت بعضها يَجْجِ وَلَّا يَكْ يَكْجِي لازم الكاف يطلع فيها نفس وإلا تنقلب للجيم على طول لأن الكاف والجيم بعض بعض على طول يعني الكاف من أقصى اللسان وبعدها الجيم على طول الجيم شينياء فالمغرق قريب يَكْذِبُونَ يَكْذِبُونَ جميل ملاش وَإِذَا هي وَإِذَا وَلَّا وَإِذَا وَإِذَا أي وَإِذَا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْتِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُون أَلَا إِنَّمْ هُمُ الْمُصْتِدُونَ وَلَا كِلَّا يَشْعُرُونَ سَكِينَ الشِّينِ يَشْعُرُونَ يَشْعُرُونَ بارك الله فيكم وأناس قرارتك متازة بس أنت بتبزيني مجود كبير جدا عايزين نقالي المجود ده عشان نقرأ كم كبير من القرآن إن شاء الله بإذن الله لكن بإذن الله عليك ربنا بارك فيكم وأناس معانا ملك السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلامة وبركاته ازايك يا ملك الحمد لله ازايك سي الحمد لله حبيبتي عندك كم سنة تمان سنين ثمان سنين آه ما شاء الله حافظها دي من القرآن هكرا من سورة الملك هتقرأ من سورة الملك طيب يا الله تفضلي آه ربارك اللذي في السعادة يا ملك أعوذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرازي بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل جاء قدير الذي خلق الموت والحياة اللي يفعل لكم أيكم أحسن عمله وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات سباقة ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فالجعل بصر هل ترى من فطور ملك 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 يا ملك يا ملك يا ملك ما شاء الله أنت قراءتي جميلة جدا بس بتجري ليه يا ملك بستعجلة ليه هيا ملك نعم أنا عايزك تتعودي كده تقرأي ببطء شوية بلاش الجرية دوت في القراءة واضح أن أنت بتسمعي لكن أنت واضح أن أنت حافظة كويس ما شاء الله عليكي وقراءتي كويسة بس برضو الأحكام بتوع منك عشان أنت بتجريه المرة الجالة لما تصل علينا بقى ما نجريش اتفقنا ما شاء الله مائش مائش بارك الله فيك يا ملايك ربنا يحفظيك معها تصل وفا moto السلام عليكم وبر considerably السلام عليكم أريكم السلام وحظر أهلا محظر أهلا 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 إذا قيل لهم آمنوا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم من الشيطان ايه اخد بالك من الكسر من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذا قيل لهم امنوا كما امن الناس قالوا انا امنوا كما طرم اتمدي باتمدي على طول قاالوا انؤمنوا كما امن السفهاء قاالوا انؤمنوا كما لفنيش انؤمنوا اخد بالك انؤمنوا كما على طول عشان مفيش واو بعد النون انؤمنوا كما آمنا السفهاء انا إنهمهم السفهاء و لكن.... و لكن ما يعلمون وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا أنا عجل سمع الواو، أنا عجل سمع الواو وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا يبقى وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا إِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا قَالُوا آمَنَّا بس خلاص ناقف هنا ناقف هنا وإذا خلوا إذا خلوا واو واو وإذا خلوا إلى شياطين بص، بص يا أستاذ وفاء شحرون الخالة ما كن مفتوحة تبقى قوية وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون 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 لا مش مستهزئون مستهزئ زي زي مستهزئون كويس الله يستهزئ بهم ويمدهم مش بهم، بهم «الله يستهزئ بهم ويمدهم على طول» ملاش الدفع دا في الحروف ملاش؟ الدفع مقولش بهم، بهم بهم الله يستهزئرهم ويمدهم في أغيانهم يعمهون أولئك النبي ما استروا الضمانة بالزلا فما ربحت تجارتهم 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 وما كانوا مهتدين بارك الله فيك يا أستاذ وفاق بارك الله ديني فرصة طيب عشان نأخذ نرد على بعض الرسائق نأخذ بلال ونأخذ رسالة ولا رسلتين وبعد كده نكامل تانية صلاة مع حضركم بلال سلام عليكم ازايك يا بلال عامل ايه ايه كم سنة انا انا عشر سنين ما شاء الله عليك انا كلمت حضرك المرة المواضية حضرك كم سنة مش قايف في تاني اي وحضرك يا فلت معي لا انا بفلش مع حد انا فلت معك ايه انا كنت بقرأ اه عند وجهة وقالوا كونوا موضا او نصارى تمام وانا عفلت سكة اه نعم انا اللي عفلت سكة لا انا عرفش وحضركوا بتدعوذ اللي اتصلت انا وحاولت اتصل معرفتش لا 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 هو ممكن بس يكون الخط اه اطع اه ده 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 ممكن يكون حاصل يعني او انا كان صوتك رايح خالش كان صوتك ضايح؟ طب بيمكن ده السبب بقى ده اللي فصل ماشي يا بلاي ايه او ده ممكن هكامل معنا اه ان شاء الله هكرم من سينا اه مثلهم كمثل الذي استوقد نارا اه اه ايوة بالضبط كده اه اه لا لا يسف تربعة وانا احنا مش لايه الآية لك صحيح مش لايه الآية؟ اه مثلهم كمثل اول واول آية في الصفحة حاضر حاضر شيخ عوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله ذا بواه بنوريا وتركهم في ظلمات لا يبصرون سم قبالك قبالك يا بلال السم قاتل صح؟ هي سم ولا سم سم من الصم سم ما بين الصاد لو جات سينا هتبقى سم يبقى سم بكم عمي فهم لا يرجعون اه سم بكم عمي فهم لا يرجعون عمي في عندنا خفاء عمي فهم عمي فهم لا يرجعون كويس او كطيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق وبرق نعم وبرق وبرق هم يجعلون صادعهم في آذانهم من السواعق مش بالسين خبالك الصاد عندك فيها مشكلة بتجيب فيها سين من السواعق ولا عندك دي صاد مش عندك في المصعف صاد في آذانهم من السواعق من السواعق حذر الموت حاول في آذانهم من السواعق من السواعق حذر الموت دي كويس والله محيط بالكافرين يكاد البرق يختف أبصارهم يكاد البرق يختف أبصارهم كلما أضاء لهم شوفي وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذاب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير بارك الله قدير رقق الراع قدير بارك الله فيك يا بلال يعني بنزل سنك إن شاء الله عليك كراتك طيب ربنا بارك فيك ويحفظك يا رب طيب نكمل بقى ناخد سؤالين وناخد صلاة إن شاء الله إحنا هنا السؤال الأول للأستاذة صافي بتقول فيه إن قلي وصلي والجيم هل هذه علامات للوقف التام والحسن حضرتكم هذه الوقفات أو هذه العلامات علامات وقف اختلف العلماء هل خلي معناها أن الوقف هنا تام ولا لا في خلاف بين العلماء في مسميات هذه العلامات تمام وإحنا بنقرأ مع حضراتكم ومعنا ويرد بنتكلم فيه عن الوقف الابتداء ممكن يكون قلي ويرى بعض العلماء أنها وقف حسن وممكن تكون في المصحف صلي صلي دي اللي هي أقل منها يعني بينها يعني إحنا العلامات من حيث يعني إيه الوقف لو قلنا تام وكاف وحسن وصالح يبقى إحنا هنمشي كده قلي وهنمشي بعديها الجيم وبعديها الأقل منها الجيم أقل وقفا والأقل منها الصلي تمام وفي عندنا اللا لا يعني اللا تقف والميم يعني معناها ممنوع الوصل والوقف هنا وقف اللازم هذه العلامات هذه العلامات فيه خلاف كبير جدا حتى في المصاحف يعني ممكن يمسك مصحف نلاقي فيه هنا قلي وفي مصحف تاني ما فيش خالص علامة وهنا صلي وفي مصحف تاني عليها قلي وفي مصحف تاني عليها ميم هذه الوقفات الاختلاف فيها اختلاف راجع إما للتفسير أو للغة للتفسير أو للغة دول أداتين مهمين جدا لمن يتكلم في الوقت وأنا شغلتي مع حضراتكم إن أنا ناقل فقط أنا بنقل آراء العلماء وما أستريح إليه وإلا لو حناخد كل آية ونتكلم عن الوقفات اللي فيها احنا محتاجين مع عرض آراء العلماء محتاجين كل آية ناخد فيها حلقة كاملة نتكلم فيها عن وجهة نظر كل عالم من العلماء اللي إيه الوقف والابتداء فالأمر ده فيه ساعة وفيه اختلاف كبير جدا 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 بين العلماء من وجهة نظر التفسير أو من وجهة نظر اللغة تمام؟ يعني وإحنا ماشي مع بعض بنتكلم بإذن الله تعالى وهنجي فترة من فترات بإذن الله تعالى في فقرة أحكام التزويد وهنخصص حلقات كثيرة جدا جدا للوقف والابتداء بإذن الله تعالى كعلم طيب السؤال بعد كده واللي بعدها ناخد الصلاة بإذن الله تعالى حضراتكم محمد المزين أبو ردينة بيقول السلام عليكم ونحط الله وركاته كيف نقف على لفظ يكو وكاتب بك وبعدين صلاحة تاني كيف نقف على لفظ يكو في القرآن وجزاكم الله خيرا يعني نجيب نساشهد بآية مثلا في سورة الأنفال ذلك بأن الله لم يكو مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم هو يقصد أقف عليها بإيه أقول ذلك بأن الله لم يك 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 أقف عليها بإسكان الكاف أنا لا أقف على متحرك أبدا في القرآن لابد من يوقف يعني لا يبدأ بساكن ولا يوقف على متحرك قعد ثبثة معانا في القرآن كله إلا من يقف باب ربو اللي شمد بضغطي أنا بكلم على الأصل عندنا في الوقف هو الوقف على الحرف بالسكون بإسكان الحرف يبقى إيه يبقى أن نقرأها ذلك بأن الله لم يك هي في الوسط لم يكو مغيرا نعمة خلاص يبقى إيه يبقى ده الوقف بتاعنا لو فيه اتصالات ممكن ناخد اتصالات ولا ناخد رسالة تانية طيب ناخد رسالة وبعد كده نرجع تاني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محمد مصطف أو مصطفى محمد مصطفى محمد طب هل حاب يتوصل معنا وليه أسئلة يبعد أسئلة إن شاء الله احنا برد على الهوى بإذن الله تعالى دي رسالة قديمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هل يجوز بدء ختمة برواية برواية وتكملة الختمة برواية أخرى بارك الله فيكم وجزائكم الله خيرا أخونا مصطفى بيسأل هل ممكن أنا أكون عامل ختمة ده اللي فهمته من السؤال ختمة ورد يعني أنا بقرأ كل يوم جزء كل يوم جزءين كل يوم ثلاثة أجزاء ماشي هل ينفع أن أنا أقرأ في الختمة دي عشر أجزاء مثلا برواية حفص عن عاصم وعشر أجزاء برواية ورشة عن نافع وعشر أجزاء برواية مثلا السوسي عن أبي عمر هل يجوز هذا في العبادة لا يجوز إلا أن تقرأ برواية واحدة يعني أنا بقرأ بختمة يبالختمة دي هذا يعني ما أعلم إن أنا لو عندي ختمة في العبادة وأنا بختم للعبادة أختم بختمة كاملة أبدأ من المصحف ببداية المصحف الفاتحة إلى صورة الناس برواية واحدة ولا أقول بقراءة ليه لأن القراءة في خلاف بين الرواه يعني الراوي حفص مثلا وشعبة في بينه بعض الاختلافات لا خلاف اختلافات في الألفاظ تمام سواء كانت في أصول أو في فرش فما ينفعش إن أنا في العبادة أجمع أجمع إيه راوي على راوي لا الأصل عندي هو الإفراد في العبادة طالما بتقرأ ختمة عبادة يبقى للفراد لكن أنا بقرأ للتعلم بتعلم بتلقى على يدي المشايخ لا يجوز إن أنا أقرأ أقرأ بأكثر من إيه بل يعني هناك من يقرأ بجمع القراءات العشر كاملة في ختمة واحدة معنا مين السلام عليكم عليكم السلام مين معايا مين معايا مختار مدزقش طيب زكي أخ مختار الله يسلمك ها هتكمل معنا إن شاء الله تدفع كام اللي أنت عايزه صلى على النبي صلى الله عليه وسلم طيب يبقى كده طالما دفعت يبقى يقرأ من أولياء أيها الناس عبودوا ربكم حظا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس عبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتكون الذي جعل لكم الأرض دراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من السمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أنزادا وأنتم تعلمون فلا تجعلوا لله أنزادا وأنتم تعلمون تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوم بلاش عابدنا على عبدنا على السن الباقي هنا ليست مكسورة لسنحركة بالكاس وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءكم وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار فاتقوا عشان فاتقوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة 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 يا شيخ مختار ما شاء الله عليك أبو عمر السلام عليكم عليكم السلام السلام عليكم أهلا بحضرتك اتفضل السلام عليكم ونحن لأبركاته عليكم السلام السلام عليكم أكمل لك سؤال 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 بحضرتك اتفضل احيانا بطال المسجد وانهر على مأل المكان يعني يعني بكران بسجارة برطة عليك انا مش سمع كويس مش سمع كويس حاس الصوت في صادة صوت طيب لو لو اخونا ابو عمر ليه فتوى فالفتوى يعني اخونا في كنترول ياخدوها منه وان شاء الله يعرضوها على برنامج اهل الذكر مع اخونا الحبيب شيخ احمد نصر ناخد صالة تاني معنا مين حمد فاهمي ابن عزيقرة مع الشيخ ابن حضرتك عزيقرة اه تبت دهولنا طيب السلام عليكم عليكم السلام اسمه ايه ما اسمه اسمه احمد حمد اسمه احمد حمد احمد دينا احمد طب يقرأ منين يقرأ من ايه اه ويكمل معنا اه يقرأ معكم وبشر الذين امنوا وعملوا الصالحات وبشر الذين امنوا ايه من اول الصفحة من اول الصفحة اول الوجه ايه ايه من اين ماشي فضل معك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبشر الذين آمنوا وعلموا الصالح أحمد انت جميل جدا أولا طلعتك كده أداء جميل جدا ما شاء الله عليك ماشي سمعني يا أحمد بس بقولش وبشر الذين آمنوا كتير أو كده وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات ماشي وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمنة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابهان ولهم فيها زواج مطهرة وهم فيها خالدون يا أحمد أحمد نعم أنت حافظ قديم القرآن علي 22 ما شاء الله ومن دونه البقرة لا لا يعني أنت بتقرأ كده اجتهادا يعني في الورد لكن أنا والدك سمعني دلوقتي أنا سمع صوته جنبيك أحمد أنا عايزك تهتم بالأحكام يعني حلو أو أنت واضح أن أنت بتقرأ بتشكيل كويس ومعندكش مشكل في التشكيل والحروف كبان وأداءك جميل جدا جدا يعني لو ضبطت الأحكام حتبقى قارئ متميز فياريت شيخك لو لو يعني ولدك سمعني ولو شيخك سمعني يهتم معاك بموضوع الغنن والأحكام والمدود وضبط الأزمنة ديت هتبقى متميز جدا يعني ما شاء الله عليك أنا صوتك عاجبني جدا ربما يبرك فيك يا أحمد ما شاء الله عليك بني أحفظك من السلام عليكم أيوة مين معايا ميقى الشيخ مين نور الدين معانا نور الدين أيها الشيخ نور الدين أيها أهلم بك يا شيخ نور الدين طب يدفع كام يصلي على النبي طب الدين ابن حضرتك اسمه عبداللطيف 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 اسمه ايه؟ هو عبداللطيف عليكم السلامة طورة كاتو اسمك ايه؟ اسمه عبداللطيف ازايك يا عبداللطيف ايه هتقرأ معنا؟ ايه من مداية الرابع بقى اعوذ بالله من الشيطان والدين يا الله لا يستحيني ايه خبالك اسمعني اسمعني يا عبد يا عبد يا عبد يا عبد اسمعني اسمعني من التلفون اسمعني من التلفزيون وتنسمى سوقها فاما الذين امنوا فيعلمون انه الحق من ربهم وانهم الذين كفروا فيقولون ماذا اراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به اللي إلا الفاشقين الذين ينقضون لا 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 خفاة بقى تمشي حلو اعوى بقى الذين ينقضون ايه ما انا كنت بكلمك بالأول على يستحيي كنت عايزك تمكن وينقضون عايزين لغنى ما يعود ينقضون لا ينقضون عهد الله الذي ينقضون عهد الله من بعد مثاقه الذين ينقضون عهد الله من بعد مثاقه بارك الله فيك بارك الله فيك خبلك بس انت ايه انت قراتك ممتازة يعني اداك جميلة وقراتك جميلة جدا بس يستحيي لابد من تمكين ايه تمكين نكتمكن لي يا ایني في الكلمة معنا اتصال او لا ايه لا نختم ايه لسه بدري معنا لا اقتر من خمس ايه انا رد على رسالة ولو فيه اتصالات كمان يعني انا متفي معاك يا سيد زعدنان يعني قبل الهواء طيب هرد على رسالة دا تبعاعدين لو فيه اتصالات 인شاء الله امات الله سالم بتقول السلام عليك ورحمة الله وبركاته أريد أعادة مراتب التفخيم بارك الله فيكم وجزاكم الفردوس وشكرا جزيلا جزانا وإياكم وبرك الله فيك مراتب التفخيم إحنا هناها في الحلقة الماضية فضل الله تعالى قلنا عندنا خمس مراتب باتفاق العلماء وده العليل الجمهوري القراء المفتوح وبعدها ألف المفتوح وليس بعدها ألف المضموم الساكن المكسور تاني مفتوح بعدها ألف مفتوح ليس بعدها ألف مضموم ساكن مكسور وقلنا الساكن عندنا بيتأثر بحركة ما قبله ولو قليل الساكن عندي قبله فتح أقوى من الساكن قبله ضم والساكن قبله ضم أقوى من الساكن قبله كسر والمكسور لو جاء بعدها ويا زاد ضعف المكسور بس ده اللي احنا نكلمنا فيه فضل الله تعالى باختصار في مراتب التفخيم ها معنا التصالات ولا إيه طيب نشوف نرود على الرسائل تانية أول ما يجينا التصالات ضيب ناخد الصال السلام عليكم السلام عليكم مين أيها أمو ثوقة مين أمو ثوقة أمو ثوقة أهلا بيك أمو ثوقة أهلا بحضراتك ها السلام عليكم عليكم السلام وإحضراتك حضرتكم مني بقى من كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون يحييكم زي استحيي فيها يا إيه يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء ثم استوى إلى السماء كثواهن تبع سماوات وهو بكل شيء عليم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل لا جاعل على طول ما فيش مد طويل كده وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة وإذ قال ربك للملائكة إن جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويتفق الإماء ونحن نسبق بحمدك ونقذف لك قال إني أعلم ما لا تعلمون أعلم سكن العين أعلمون أيوا بالضبط كده قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عوضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادثين بارك الله فيكم مطوقة قراراتك طيب ربما يمرك فيك ماشي رسالة عدنان ما دارش هزعلك مني أنت عارفت حبيبي يعني سكنت تفهم معك إن كنت تتسيب لنا شوية عشان إحنا بديمت أخر شوية يعني أنا هسمع الكلام الحلقة كانت فضل الله تعالى كان فيها يعني تفاعل فضل الله تعالى كان فيها تصارات كثيرة جدا إحنا ممكن نخليها كل فترة كده خليها كل حزب بلاش كل إيه كل جزء يعني كل عشر حلقات ولا حاجة نعمل حلقة كده نتلقى فيها طول الحلقة بإذن الله تعالى تصارات حلقكم بشكر في نهاية الحلقة كل من يتصل علينا وكل من حاول اتصال ولا من يصل إلينا وكل من أرسل لبرسالة وكل من شاء زير الحلقة وشكر خاص لفريق العمل ولأخونا عدنان بارك الله فيه وفي فريق العمل معه أنتقي بحضراتكم بإذن الله تعالى مع حلقة جديدة وورد جديد وبداية الجزء الثاني بإذن الله تعالى وحكم تجويد إن قدر الله لنا البقاء واللقاء سبحانك الله وحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته يهدي الأرواح يشفي الأتراح هذا القرآن نور والضاح يهدي الأرواح يشفي الأتراح هذا القرآن نور والضاح جمال بيانه فينا يروينا ويحيينا جمال بيانه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر